بالنسبة للطاقات قبل ما انسى اللي هي هوائية اكتريتها فيه نارية والله هوائية بامتياز وفيه مائية فيه ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي فيه اسد حبايبي فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية راح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية اه هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما ازا كنتوا انتم منفصلين او كزا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بهاي الاشياء الفاضية هو عم بيفكر لاكتر من هيك عم بفكر للارتباط عم بيفكر حتى انه ممكن انه اتافروا مع بعض عم باختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك قطرة الاحباط او الامتواء او الصراع النفسي اه عم بشوف نجاحي كتير من ناحية العمل اه نفس الشي قلنا هذا الكارما او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف هوائية او مائية او نارية اه على الاخص نارية ممكن تكون اه عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول اه الاشخاص اه شايفة فيه شخص اه ممكن يتقرب منك اذا كنت اعزب اه هذا الشخص اه صفاته يعني خلينا نقول اه متوسطة اه بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا بحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون اه خير لالك لانه هاي فترة اه كيف تقولك انه فترة اه خير بشكل عام لك وحظك خلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة شايفة بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقة اه او حتى المطلقين شايفة لهم اه رجوع اه شايفة فرحة اه شايفة حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور اه شايفة انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرفيه ممكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير اه عم بتكون كتير مساند لالو هو مساند لالك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية اه اه اذا اكتر اشيك مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر اه مبين الاشخاص المصرين عالسفر لهم فترة عم بيبين عندي الاسد بده سافر ففي هاي الفترة في فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل اه حلوة عم بتصير من ناحية السفر اه الناس اللي عندهم محاكم من فرج الاسد عم بيصير في عندهم عم ياخدوا حقهم والكار مع عم ترجع لهم اه خاصة المحاكم اللي فيها مال اه او حضانة اولاد خلينا نشوف اكتر عاطفيا لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او طراءة عاطفية منفصلة رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير اه مبسوط نتيجة الامور اللي صارت اه في عندك يعني في في امور اه رح تصير او اكشنز او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على اما طرف الثالث او الاتصار على الطرف الثالث لانه مبين عندي في رجوع اكيد وفي اه حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الاصل في اه تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة اه ولكن في طرف الثالث عم بيكون اه مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث اه شايف الشريك اه طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية اه الشخص اه انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين اه ناحية اه بعض في نهاية لطرف الثالث الثالث مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايفي نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث اه المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون اه في وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد النساء اه من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم اه ما بتكون ناجحة كتير اه في مال رح يجيك اه اما من ترقيه في العمل او من عمل اضافي اه او حتى فرصة اه عمل جديدة هاي المشكلة اللي انا قلت اه عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح اه تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي اه نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة اه موضوع كبير اه رح ينتضح اه رح في امور اه هو كان يعملها مبين هون امور اه ممكن تكون اعمال وشغلات اه هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والان انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شي اه شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية اه فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد. خلينا نشوف اذا في تحذيرات او شي في هذا الوراء. اه ها عم بشوفك عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين اه اما مسكن جديد انت رح تنتلكه اه انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي فما تخاف اه انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكه فما يعني ما تخاف اه من الامور اللي عم بتسير لانها اه امور اه مؤقتة خلينا نقول اه والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم اه بيحاول انه يوازن فلا شايف انه الامور العاطفية على اتموج كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لانه الاسد له فترة وهو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص بقول لك حب حالك يا حبيبي بقول لك انت بتستحق الافضل انت بتستحق افضل ما انت اه عليه يعني اه فقات لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوه انا عم بقول من برا طبعا الاسد معروف التقلق والاناقة والكزا اه بس انا عم بقول من جوه من جوه اه اكتر حب حالك اه مش الموضوع ما فيه انانية او كزا اه بقول لك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل اه استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك حاول تكون اه عقلاني شوي بكفي اه يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل افوان اه في شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف اه عم بيمثل انه هو ما بده اياك او بده يبعد او كزا بس هو عم بيرائب من ورا لورا فا يعني شي كتير حلو بقولك بقولك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي في الفترة الجاي راح تكون الامور اه زمامها في ايدك انت مش على العكس سي ما كانت اه بي بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة راح تكون اه بايدك بايد الوقت بايد الاطراف الان بايد الناحر لحزيان بايد الان